ترجمة نانسي قنقر على المسؤولين عن مقتله قرار البرلمان الأوروبي دعا أيضا الدول الأوروبية لتوحيد الموقف وفرض حظر على صادرات الأسلحة السعودية كما دعا إلى مناقشة مسألة عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة المقبلة المقررة في الخامس من الشهر المقبل وأمام الصفارة السعودية في بريطانيا رفع متظاهرون شعارات تطالب بالعدالة لخشقجي ورفع يد السعودية عن اليمن هذا نظام قمعي واستبدادي في الداخل ويخوض حربا ليس فقط في اليمن ولكنه يحاول استخدام قوته العسكرية للسيطرة على المنطقة بكاملها في الشرق الأوسط هذا مشروع خطير يقوم بتنفيذه ويمكن أن يحدث كارثة بكل المعاني على المستوى الرسمي اختارت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أن تقول بنفسها للعاهل السعودي مباشرة على الهاتف إنها تتعهد باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على مجرى للصحفي السعودي مع مطالبتها بإجراء تحقيق سريع وشفاف ومقنع وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت إيقاف برنامج لتدريب الحرس الحدود السعودي بعد أيام من إلغاء صفقة السلاح ألمانية مع السعودية من جانبها وصفت الخارجية النمسوية تبريرات الرياض بأنها عصية على تصديق وقررت وزيرة الخارجية إلغاء زيارة كانت مقررة للسعودية كما أصدر الحزبان الاشتراكي والليبرالي في النمسا بيانا مشتركا طالبا فيه بضرورة إغلاق مركز المالك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لحوار الأديان والثقافات في فيينا ودعياء الحكومة إلى طرح مبادرة على الاتحاد الأوروبي ليقاف تصدير السلاح فورا إلى السعودية على أي جبهة تركز القيادة السعودية وتداعيات قتل الصحفي جمال خاشقجي تشتد ولا تفتر فقد وافق البرلمان الأوروبي على مشروع قرار يدعو إلى فتح تحقيق دولي محايد ومستقل في مقتل خاشقجي ويحث السعودية على الكشف عن مكان جثته مستبعدا عدم علم ولي الأهد مسبقا بما كان سيجري لجمال وتحدث النواب الأوروبيون عن الاستعداد لفرض عقوبات على المسؤولين عن مقتله قرار البرلمان الأوروبي دعا أيضا الدول الأوروبية لتوحيد الموقف وفرض حظر على صادرات الأسلحة السعودية كما دعا إلى مناقشة مسألة عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة المقبلة المقررة في الخامس من الشهر المقبل وأمام الصفارة السعودية في بريطانيا رفع متظاهرون شعارات تطالب بالعدالة لخاشقجي ورفع يد السعودية عن اليمن هذا نظام قمعي واستبدادي في الداخل ويخوض حربا ليس فقط في اليمن ولكنه يحاول استخدام قوته العسكرية للسيطرة على المنطقة بكاملها في الشرق الأوسط هذا مشروع خطير يقوم بتنفيذه ويمكن أن يحدث كارثة بكل المعاني على المستوى الرسمي اختارت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أن تقول بنفسها للعاهل السعودي مباشرة على الهاتف إنها تتعهد باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على مجرى للصحفي السعودي مع مطالبتها بإجراء تحقيق سريع وشفاف ومقلع وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت إيقاف برنامج لتدريب الحرس الحدود السعودي بعد أيام من إلغاء صفقة السلاح ألمانية مع السعودية من جانبها وصفت الخارجية النمسوية تبريرات الرياض بأنها عصية على تصديق وقررت وزيرة الخارجية إلغاء زيارة كانت مقررة للسعودية كما أصدر الحزبان الاشتراكي والليبرالي في النمسا بيانا مشتركا طالب فيه بضرورة إغلاق مركز المالك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لحوار الأديان والثقافات في فيينا ودعايا الحكومة إلى طرح مبادرة على الاتحاد الأوروبي ليقاف تصدير السلاح فورا إلى السعودية اشتركوا في القناة